بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الماد ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمتدين حدثنا إسحاق لنصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف وقال باب القرعة في المشكلات وقوله إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وقال ابن عباس اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية وعال قلم زكرياء الجرية فكفلها زكرياء وقوله فساهم أقرع فكان من المدحضين من المسهمين وقال أبو هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف باب إذا تسارع قوم في اليمين أي حيث تجيب عليهم جميعا بأيهم يبدأ جواب إذا إذا تسارع قوم في اليمين جوابه محذوف يعني يقرع بينهم إذا تسارع قوم في اليمين يقرعوا بينهم قال ابن حجر قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ أخرجه النسائي أيضا وقال فيه فأسرع الفريقان وقد رواه أحمد عن عبد الرزاق شيخ البخاري شيخ شيخ البخاري فيه بلغ إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها وأخرجه أبو داود بلغ إذا أكره الاثنان على اليمين أو استحباها قال الإسماعلي هذا هو الصحيح أنه بلغ لا بالفاء ولا بالواو هذا الظاهر قلت ورواية الواو يمكن حملها على رواية أو وأما رواية الفاء فيمكن توجيهها بأنه أكره على اليمين في ابتداء الدعواء فلما عرف أنهما لا بد لهما منها أجاب إليها وهو المعبر عنه بالاستحباب ثم تنازع أيهما يبدأ فأرشد إلى القرعة قال الخطابي الإكراه هنا لا يرد حقيقته حقيقته الشرعية واللغوية لأن الإنسان لا يكره على اليمين الإنسان في المحاكمة عند القاضي لا يكره الإكره معنى أنه يضرب حتى يحلف لا يكره على اليمين هذا لا يحصل وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على اثنين وأراد الحلف سواء كان كارهين لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه إذا أكره الاثنان على اليمين يعني كل منهم كان كارهة أن يحرف أو استحباها أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب وتنازع أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة وهو المراد بقوله فليستهما أي فليقترعا هو الحديث الذي ذكره في إذا استحباها وقاس عليها إذا أكرها يعني إذا كرهاها وقيل صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينا ليست في يد واحد منهما يعني الحاجة الموجودة عند واحد ده بيقول دي بتاعتي وده بيقول دي بتاعتي والراجل بيقول دي مش بتاعتي اللي هي في إيده يقول دي أنا شايلها آمانة عندي مين صاحبها أنا معرفش فواحد بيقول دي بتاعتي والتاني بيقول دي بتاعتي إذا كل منهم من داعي وليس في يده السلع وليس عليه بينا فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها ويؤيد ذلك ما روى أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصم في متاع ليس لواحد منهما بينه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها والرواية دي توضح الرواية الأخرى إذا أكره الاثنان على اليمين أو استحباها ما يتحلف بعد القرعة وليس في القرعة هيحلف بعد ما طلعت عليه القرعة يوم يحلف يخدها هو إن اللي بينا على اليمين يعني هو ما معهوش بينا واللي في إيده الحاجة ما بيدعيهاش لأفسه وإلا كان هو اللي حلف إنها بتاعته واخدها تم وكر النهج بتاعته بالضبط يستحق من اللي يحلف وياخدها لأنه حيكون دا هو الجانب الأقوى أما اللفظ الذي ذكره البخاري فيحتمل أن يكون عند عبد الرزاق فيه حديث آخر باللوظ المذكور يؤيده رواية أبي رافع المذكورة فإنها بمعناها بمعنى رواية أحمد عن عبد الرزاق شيخ الشيخ البخاري إذا أكري على الاثنان على مين أو استحباها اللي هو قال الإسماعيلية أن هذا هو الصحيح لها رواية أبي داود عن أحمد وسلم بن شبيب عن عبد الرزاق صح أو وقرب راش كزاب يعني ممكن يكون كل منه متوهم دي تحت قال ويحتمل أن تكون قصة أخرى بأن يكون القوم المذكرون مدعى عليهم بعين في أيديهم مثلا وأنكروا ولا بينه للمدعى عليهم فتوجهت عليهم اليمين فتسارعوا إلى الحلف والحلف لا يقع مؤتبرا إلا بتلقين المحلف فقطع النزاع بينهم بالقرعة فمن خرجت له بدأ به في ذلك والله أعلم حين بقى على دي جدا يبقى أيهم يبدأ مش أيهم يحلف إحنا الرواية اللي عندنا أيهم إيه يحلف مش أيهم يبدأ تلو كانوا هما الاتنين الحاجة في إيديهم زي أرض مثلا وهم الاتنين حطين إيدهم عليه و الدعية إنها بتاعت ناس تانية فدول اللي عليهم إن هما يحلفوا والحاجة في إيديهم هما الاتنين فمين اللي هيحلف كلهم هيحلفهم إن الأرض تحتقل مشتركين وبالتالي بقى هما اللي متوجعت عليهم واليمين ما ينفعش واحد بس يحلف إن هو حطت إيده على نصها مثلا وبيتدعي نصها أو يعني عصدي هي في يده وهو شريك في ذلك وليس واحد فقط الذي توجعت عليه فعشان يبدأ بمين لأن ده قد يقوي جانبه فيما بعد فيقرع بينهم ظاهر الحديث على القصة الأولى على الصورة الأولى إن اللي حيحلف حيستحق والتاني مش حيحلف على القصة الأولى إن هو عين ليس لكل واحد منهما يد ولا بينه وكلاهما مدعي لها واللي في إيده اللي هو من حقه إنه يحلف في الحقيقة ليس يدعيها فكل منهم ما معهوش بينا ومن حقه إنه هو إيه لو حلف حيستحقه عشان هو يكون جانب أقوى ولها صورة أخرى لو كل واحد منهم جاب شاهد شاهد واحد فقط شاهد واحد بيشهد معها والتاني بيشهد مع التاني وكلاهما تتوجه عليه ليه اليمين لأنه هيحلف واستحق إذا يعمل إذا يقرأ بينهما للنثنين شهود عدول والقضي ليس يعرف كيف يفصل قال النبطار إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم تسارعهم في اليمين الله أعلم لألا تقع أيمانهم معا فلا يستوفي الذي له الحق أيمانهم على معنى دعواه ومن حقه أن يستوفي يمين كل واحد منهم على حدته فإذا استوفى قوم في حق من الحقوق لم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه في أخذ ما يأخذ أو دفع ما يدفع عن نفسه إلا بالقرعة والقرعة سنة في مثل هذا يعني الاختلاف هنا بين علماء في أيهم يبدأ أو أيهم يحرف على وجهين في استحقاق اليمين على عدد وليس على واحد قال ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه عند سفره وكنا قد استوين في الحرمة والعصمة ولم تكن واحدة أولى بالسفر من صاحبتها قال القسطلني ورواه أحمد عبد الرزاق وقال إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فيستهما فيستهمان عليها فإذا ادعى اثنان في يد ثالث وأقام كل منهما تبينة مطلقتين التاريخ أو متفقتين دي صورة تانية بقى إنه مش شاهدوا يمين ده معا كل واحد معا إيه؟ شهود اثنين شهود ده جايب اثنين شهود وده جايب اثنين شهود والاتنين مش جايبين التاريخ عشان يمكن نقول ده قبل ده إذا ده أسبق اللي يده أسبق أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة مش عارفيني التانية أبلها ولا بعدها ولم يقر لواحد منهما تعرضت وتساقطت وكأنه لا بين أما حديث الحاكم أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل منهما بينه أنه له فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ضعفها الشيخ الألبان أجيب عنه بأنه ده ما ده كده هيبقى مختلف عن القرعة إن هنا في الحالة دي لو إحنا البينتين تساقططا وحيحلف واحد وحيستحق هنا جعله بينهما يبقى خالف الكلام أجيب عنه بأنه يحتمل أن البائرة كان بيدهما فأبطل البيتاء البينتين وقسمه بينهما ما كانش في إيده واحد ثالث ما لو في إيده واحد ثالث يبقى إيه يبقى هنا القرعة تشفى يعني تمنه ويبقى التاني نص اتصرفوا بعض بقى هم هم هيبيوا واحد هيشتديه والتاني هيدفع نص ثمن أو العكس أو يبيعوه يقسموا التمن القراءة يمكن أن تكون مرجحة لكن هنا ما كانش فيه أما حديث أبي داود أن خصمين أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى كل واحد منهما بشهود فأسهم بينهما وقضى لمن خرج له السهم هوه أبو داود في المرسيل عن سيد المسيين وصلاه التبراني وعد من أوهامه عد من أوهامه شيخيه علي بن سعيد ورواه البياقي مرسلا وقال اعتضض هذا المرسل بطريق أخرى ساقه عن طريق ابن لهي عن أبي الأسود عن عروة وشريمان الميأسان نحوه وخرج أيضا من جهة أبان عن قتاد عن خلاس عن أبي رافع عن الفرائرة نحوه موقوفا قال أجيب بأنه يحتمل أن التنازع كان في قسمة أو إطق يعني إذا كان الأمر كذلك هيقرأ بينهم وقضى من غير يمين لمن له لمن خرج عليه السهم يعني دي صورة تانية هتكون قسمة أو في عطق يعني عطق واحد أعتق عبدين من ستة مثلا أو عبد من ستة أي واحد منهم يطلع فكل منهم جاي بشهود عبدين متنازعين أنه أنه في التنازع ده حيحلف مش حميش حلفان الاثنين جابوا الشهود وبينات أنه أهل فلان ده اللي هو أعتق الرجل مات مثلا في هذه الحالة يسهم بينهم واللي يطلع هو الذي أعتق كان من الإمام البخاري في القرعة في المشكلات أشار المؤلف بما ذكره من قصة مريم ويونس عليهما الصلاة والسلام إلى الاحتجاج بصحة الحكم بالقرعة وهو مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد ما يخالفه هو الصحيح أن شرع نا ورد بما يوافقه فهو شرع لنا في كل ما لا يمكن الفصل فيه بغير القرعة فإنه يفصل فيه بالقرعة كسم سبع شركاء في بعيد قسموا سبع أكوان واختلفوا في أن الكوم ده ده احنا اتفقنا ده بتاعي والتاني قال لا ده اتفقنا ان ده بتاعي اه اتبك عن شركاء في أرض من مراس وتأسمت الأرض وكل واحد خد نصيب متقويم وبعد ان واحد عايز دي والتاني عايز دي نفس الحتة فدي في قسمة والاتنين جايبين بينات بإن احنا كنا اتفقنا على كده والتاني بينكر إنه عايز نفس الحتة الاتنين عايزين نفس الحتة مع اتفقهم في القيمة فهنا يسهم بينهم ايه واللي يطلع سهمه ياخدها باب من امر بانجاز الوعد حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال اخبرنا سعيد ابن سليمان قال حدثنا مروار ابن شجاع عن سالم الافتص عن سعيد ابن جبير قال سألني يهودي من اهل الحيرة من اهل الحيرة من اهل الحيرة اي الاجلين قضى موسى قلت لا ادري حتى اقدم على حبر العرب فاسأله فقدمت فسألت ابن عباس فقال قضى اكثرهما واطيبهما ان رسول الله اذا قال فعل قال البخاري ابن امر بانجاز الوعد وفعله الحسن واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وقضى ابن الاشوع بالوعد وذكر ذلك عن سمر ابن جند وقال المسور ابن مخرمة سمعت النبي صلى الله وذكر صهرا له فقال وعدني فوفى لي قال ابو عبد الله رأيت اسحاق ابن ابراهيم احتج احتج بحديث ابن اشوع قال العلي هذا باب في بيان من امر بانجاز الوعد اي الوفاء به يقال انجز الوعد انجازا اوفى به ونجز الوعد وهو ناجز اذا حصل وتم قال ابن حجر وجه تعلق هذا الباب باب ابواب الشهادات ان وعد المرء كالشهادة على نفسه قال الكرماني وقال المهلب انجاز الوعد مأمور به مندوب اليه عند الجميع وليس بفرض لاتفاقهم على ان الموعود لا يضارب بما وعد مع الغرم بما وعد به ان الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء ونقل الاجماع ونقل الاجماع في ذلك مردود انه مندوب بس وليس بفرض هو الظاهر انه نقل الاجماع في مسألة انه اذا افلس رجل وقد وعد رجل ان هل يدخل قسمة الغرماء مع باقي المديونين فهو بيقول لا هذا باتفاق فبيقول نقل الاجماع مردود فان الخلاف مشهور لكن القائل به قليل وقال ابن عبد البر وابن العربي اجل من قال به في وجوب الوفاء وفي القضاء به كذلك عمر ابن عبد العزيز وعن بعض المالكية ان ارتبط الوعد بسبب الوجاء بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا الوفاء فالن ان اوقع ان اوقع في ورطة ان اوقع الموعود في ورطة بسبب هذا الوعد وارتبط ذلك بسبب الوعد وحصل ارتباط بسبب فمن قال لآخر تزوج ولك كذا فتزوج فتزوج لذلك وجب الوفاء به وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله وقرأت بخط أبي رحمه الله في إشكالات على الأذكار للنووي ولنذكر جوابا يعني عن الآية يعني قوله تعالى كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وحديث آية المنافق قال والدلالة للوجوب منها قوية فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء أي يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك ده قول يعني مسألة أنه يجب ولا يقضى به قضاء أما ابن أشوعة فقضى به وكأن هذا مذهب البخاري البخاري يرى أن الوفاء بالوعد واجب ويقضى به كذلك ها يجعلك الدين تماما هو تبعا استدلل الحديث قوي جدا في ذلك وهو حديث أبي بكر أن رسول أنه قال بعد أن تولى الخلافة قال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أوعده فليأتني قال وفعله الحسن أي الأمر بإنجاز الوعد قال العيني أي فعل إنجاز الوعد الحسن المصري قال الكرماني الفعل بنفذ المصدر ده تبعا ده أعجب حاجة فعله الحسن فعله الحسن هنا فعله الحسن صفة مشبهة صفة للفعل طبعا مش هو ده يقول وفي بعضها فعلة بلفظ الماضي والحسن البصري قلت الوجه الأول أحسن وأوجه على ما لا يخفى ومعناه فعل إنجاز الوعد الحسن فارتفاع الحسن بهذا الوجه مرفوع على الوصفية على الوجه الثاني يكون ارتفاعه بالفاعلية فافهم هو هو الظاهر طبعا فعله الحسن أي أمر بذلك ده كلام بن حجر مش الاحتمالات المجردة أول كلام مش إن الرسول كان بيوفي بالوعد ولا نزاع أن الرسول كان آفي بالوعد أول كلام على إن ده واجب ولا مستحب والأدلة قوية جدا في الوجوب وأن يأسم من خلف من لم يوفي بالوعد من خصال النفاق فكيف يقال أنه مكروه فقط وكبر مقتن ده نص أنه ممقوت عند الله فهذا لا يقال في المكروه أما القضاء فيحتاج إلى ذريل آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشهدني على جوف أمر برده ولكن لم يبطل لكن القول المالكية بأنه إذا ورطه وجب قوله وجه جدا قول الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد روى ابن أبي حاتم من طريق السوري أنه بلغ أن إسماعيل عليه السلام دخل قرية هو رجل فأرسله في حاجة وقال له إنه ينتظر فأقام حولا في انتظاره في بعض الرجل فيها تلتيان في القرطوب يعني أهوا شوي قال له يا هذا أنا من ثلاث وأنتظرك ده هي أفع أما أنه أعد سنة في المكان ده صعب أول ومن طريق ابن شودة بأنه اتخذ ذلك الموضع سكن مسكنا اتخذه مسكنا يعني أفضل إيه بان بيت وقعد فيه عشان استني ليه استني الراجل قال له إنه عجيل فسمي من يوم إيدن صادق لو اعتبوا عندي كلها إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب قال القسطراني واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعب هذا من ثناء الله تعالى عليه قال ابن جريج فيما نقله عنه ابن كثير وغيره لم يعد ربه عذة إلا أن جزها وعند ابن جريج أنه وعد رجلا مكانا أن يأتيه فجاء ونسي الرجل فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد فقال ما برحت منها هنا قال لا قال إني نسيت قال لم أكن لأبرح حتى تأتيني فلذلك كان صادق الوعب هذا يوم أهوى قال ابن حجر قوله وقضى ابن الأشوع بالوعد وذكر ذلك عن سمر بن جندم ابن أشوع هو سعيد ابن عمر ابن الأشوع كان قاضي الكوفة كان قاضي الكوفة في زمن خالد القسري على العراق وذلك بعد المع وقعت بيان روايته كذلك عن سمر ابن جندم في تفسير إسحاق ابن الرهوي وقال المسور بن مخرم السماءة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له قال وعدني فوفري قال لني المسور ابن مخرم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم صهرا له يعني أبا العاص ابن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول أسر يوم بد فمن عليه بلا فداء كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أبى أن يطلق ابنته أن يطلق بنته أو يطلق بنته إذ مشى إليه المشركون في ذلك وكان قد أبى أن يطلق بنته بنت النبي صلى الله عليه وسلم إذ مشى إليه المشركون في ذلك يعني كلموا ألوه طلعها علشان يعني يضيقه على النبي صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك فشكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم مصهرته وأثنى عليه ورد زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدل بقريب حين طلبها منه وأسلم قبل الفتح ما هو دي اللي هي ردها عليه بالنكاح الأول ولم يوحدث نكاحا جديدا هو تم الفسخ لإسلامها بس الحقيقة أن الأمر ده تم بعد نزول الآية لهم حلوا لهم ولهم يحلون لهم وإلا ففي أول إسلام كان غير محرم أن تكون المسلمة تحت مشرك ولذلك ده هم كانوا عايزين ويطلقه ومرضيش ورسول شكر له إيه ذلك لكن لما نزلت الآية في الممتحنة والممتحنة نزلت بعد الحديبية خربة يعني جزء منها قبل فتح قبل فتح مكة وجزء منها بعد الحديبية إذا جاءكم ونعتم مهاجرات فامتحينوهن فدي كانت بعد الحديبية قبل فتح مكة فلما نزلت انفسخ النكاح فبيقولوا ردها عليه بالنكاح الأول اعتبرها من يقول بأنه لا عبرة بالعدة إذا انفسخ النكاح بإسلام أحد الزوجين فبيقول لا هو طبعا لا شك باعتبر العدة لكن إذا لم تتزوج وأحبت أن تنتظر إذا المرأة أحبت أن تنتظر إسلام زوجها فبهذه الحالة هل إذا انتهت العدة يحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد ده الصحيح ابن القيم ومن وفقه يقولون بل لو انتظرت ولو انتهت العدة فلها أن ترجع إليه إذا أسلم دون عقد جديد وإن أشاهد أن تتزوج الحقيقة الكلام ده سببه إن هو بيقول إن بين فتح مكة وتاريخ إسلام ابن أبي العاص وبين الفسخ النكاح فبيقوله ست سنين لسه لا ده هو في الحقيقة النكاح فضل باقي بس هي عند النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية لهم حلوا لهم ولهم يحلون لهم هي دي اللي فسخت الأنكح هو أسلم قبل الفتح طيب التاريخ أدي إيه بالضبط لي ما يكون بقى لا من الممكن أن تتأخر العدة ثلاث حيضات تكون مما يتأخر حيضها وممكن يكون هو أسلم بتاريخ سابق فما عندكش نص في هذه الواقعة بأنه تجاوز العدة وبالتالي فلا يصلح هذا دليلا على عدم تجديد العقد إذا كانت العدة قد انتهت يعني هو ردهم بالنكاح الأول من غير العقد من غير العقد فإحنا بنقول دلوقتي ده كان يمكن أثناء العدة طالما كان محتمل يبقى ما ينفعش للإنتهاء وإلا فبعد انتهاء العدة بعد انتفاء حيجوز الجوز طب حيجوز الجوز يبقى النكاح ده كان شكله إيه لو كان نكاح باقي يبقى ما يفعش الجوز لو كان نكاح مفسوخ ومنتهي يبقى لازم عقد جديد ومهر جديد صح كده وإلا فكيف نجعله عقدا موقوفا يمكن أن تتزوج ويمكن أن ترجع بنفس العقد ما يبقى لو هي على زمة الزوج الأول وباقي للعقد وموقوف حتى يسلم يبقى ما كانتش للجوز ولذلك على شكله بنقول طب الوقعة دي يمكن تقريجها طبعا تعرفين فيها روايتين رواية بأنه هو ردها النكاح الأول ورواية ضعيفة تانية أنه ردها بعقد جديد ماشي كده لكن الرواية الصحيحة أنه هو بالنكاح الأول طب لكن نقول أنه هو الردها بالنكاح الأول يحتمل أن يكون ذلك لأن العدة قد طالت وأسلم هو أثناء العدة وبالتالي فلا نزاع بأنه إذا أسلم أثناء أو في نزاع لكن قول جماهير العلماء أنه إذا أسلم أثناء العدة فيمرض وجرى هذا مجرى وقاة العين المحتملة الزب الرسولين مدحه في أنه وفى له طبعا تعرفين هو القصة أنها أرسلت زينب في فدائه لما أسر بقلادة خليجة فرق لها النبي صلى الله وقال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها ففعل الصحابة رضي الله عنه كراما لخديجة ووفاءا لها اثنين النصارى والمرأة أسلمت يبقى انفسخ النكاح وعليها أنت عتدت العدة دي خلال مدة العدة دي إذا أسلم فيها قولين والراجح ثلاثة لأنه كان نكاح محترم وليس أنه وليس أنه فيه مجرد استبراء رحم وإطالة العدة لها حكمة زي ما إطالة العدة إنه ثلاث حيضات وليس فقط استبراء الرحم بل لكي يتراجع الزوجة إطاء فرصة إيه لعل الله يحدث وعد ذلك أمره فيبقى يدي له فرصة أطول لعله أن يراجع فهنا الفرصة الأطول في حالة الفسخ دي لعله أن يسلم فعنقول هي أسلمت انفسخ النكاح لست ابتقد فترة العدة إذا أسلم الزوج في العدة فهي امرأته إذا لم يسلم وانتهت العدة انفسخ النكاح نهائيا خلاص ما أصبحش إيه موقوف وبالتالي فإذا أراد من حقها أن تتزوج وإذا أراد هو أن يتزوج فهي أي فهو لابد من عقد جديد بالضبط ونقولها برضو مثال تاني إذا أسلم الزوج وامرأته مشركة ليست كتابية انفسخ النكاح لو أسلم وهي يهودية ونصرانية يمكن أن يستمر لما أهل أنه يجوز نكاح اليهودية ونصرانية ون يلغيش العقد ويعشرها مع إسلامه وبقائها على يهودياتها ونصرانياتها لكن لو هي موزية وهو أسلم هندوسية وهو أسلم يبقى هنا انفسخ النكاح وهي بتعتد ماشي كده وهو إيه طيب هو في عدة لا هو زي بالضبط حتى تنتهي عدتها إن أسلمت فهي أمرأته من غير عقد جديد وإذا انتهت العدة يتروح تتجوز واحد غيره وبالتالي لو هو عايز يتجوزها بعد ما أسلمت بعد العدة يبقى إيه يبقى إيه يبقى ما أهد بجد وعث نعم معلوش عدة هو بينتظر لبقاء الزوجية موقوفة ما أنا عارف أنا هو ما تقالش أن الرجل عليه عدة تعالي بقول كده يسيء الكلام وش عايزة أقول يسيء الأدف حق الرجال لأنه إذا طلق الرابعة نعملك لم يلز أن يتزوج الخامسة حتى تنتهي عدة التي طلقها وكذلك إذا طلق المرأة لا يلوز تلقى رجعية لا يلوز أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى إيه تنتهي عدتها يقول لك دعلي عدة لا معلوش عدة ما زالوا يرسوا قال وعلم أن الأختان من قبل المرأة والأحماء من قبل الرجل والصهر يجمعهما وكان صلى الله عليه وسلم صهر أبي الربيع لأنه كان زوج ابنته زينم وصهر أبي بكر الصديق أيضا لأنه كان زوج ابنته عائشة الصديق قال وعدني أي صهري وعدني فوفني في روا فأوفاني يقول قال ابن حجر قوله قال أبو عبد الله هو المصنف الإمامي البخاري رأيته إسحاق ابن إبراهيم هو ابن رهويه يحتج بحديث ابن أشوع هذا الذي ذكره عن ثمرة ابن جندب قال قال والمرض أنه كان ما يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد الحيرة بلد معروف بالعراق قال المحجر قال سألني يهودي لم أعرف اسمها قال أي الأجلين أي المشرع إليهما في قوله تعالى ثمانية حجج فإن أتممت عشر فمن عندك فلما قضى موسى الأجل أي الأجلين قضى موسى فقال حتى آتي حتى قلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب حبر وحبر رجح ابن أطير الفتح ورجح أبو بايد الكس المراد به العالم الماهر عبر به سعيد لكونها مستعملة عند الذي خاطب الأحبار كلمة مستعملة عند من عند اليهود أكثر عنده العلماء وأخرج أبو نعيم من حديث ابن عباس مرفوعا أبو نعيم أن جبريل سماه بذلك سمى ابن عباس حبر العرب ومراده بالقدوم على ابن عباس أي بمك وده شوف يعني سعيد جبير على علمه الغزير سئل عما لا يدري فقال لا أدري قضى أكثر هما وأطيبهما كذا رواه سعيد جبير موقوفا وهو في حكم المرفوع لأن ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب كما ساءت بيانه في الباب الذي يليه هذا فيه نظر والله أعلم أن ابن عباس كان كثيرا ما يروي عن كعب الأحوار فهذا ليس بلازم وذكر ابن دريد في المنثور أن عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح لما غزى المغرب أرسل إلى ابن عباس جريجا فكلمه فقال ما ينبغي لهذا إلا أن يكون حبر العرب وقد صرح برفعه أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أي الأجلين قضى موسى قال أتمهما وأكملهما أخرجه الحاكم وفي حديث جابر أو فهما أخرجه الطبراني في الأوسط وفي حديث أبي سعيد أتمهما وأطيبهما عشر سنين والمراد بالأطيب في نفس شعيد طبعا ما عندناش لأنه هو شعيد إلا أن يكون اسمه شعيد ولو صح لحمل على ذلك لأن أصلا قوم شعيد قريبون من عهد إبراهيم عليه السلام حيث قال وما قوم لوط منكم ببعيد وبين إبراهيم وموسى أو بين لوط وموسى أزمنة متطاولة عرفنا منين أن ابن عباس جزم بذلك وإحنا بقولنا أن ابن بخاري ليه حطه في الصحيح بأنه موقوف محتمل أن يكون مأخوذ عن أهل الكتاب لأنه عنده رواية تانية لأن فيه رواية تانية وإن لم تكن على شرط البخاري لكنها تصرح بالرفع إن رسول الله من طريق التي أخرجها البخاري قال سعيد فلقيني اليهودي فأعلمته بذلك فقال صاحبك والله عالم الغرض من ذكر هذا الحديث في هذا الباب بيان توكيد الوفاء بالوعد لأن موسى صلى الله وسلم لم يجزم بوفاء العشر ومع ذلك فوفاها فكيف لو جزم قال ابن الجوزي لما رأى موسى صلى الله عليه وسلم طمع شعيب متعلقا بالزيادة لم يقتضي كريم أخل أخلاقه أن يخيب ظنه فيه قال ابن بطال قال المهلم إنجاز الوعدي مندوب إليه مأمور به وليس بواجب فرضا والدليل على ذلك اتفاق الجميع على أن من وعد بشيء لم يضرب به مع الغرماء ولا خلاف أن ذلك مستحسن وقد أثنى الله على من صدق وعده ووفى بندره وذلك من مكالم الأخلاق ولما كان رسول الله صلى الله أولى الناس بهذا بها وأبدرهم إليها أدى عنه أبو بكر الصديق خليفته وقام فيه مقامة ولم يسأل أبو بكر جابرا البينة على ما ادعاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذا لأنه لم يكن شيئا ادعاه جابر في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ادعى شيئا في بيت المال والفي وذلك موكل إلى اجتهاد الإمام وقد تقدم اختلاف الفقهاء فيما يلزم من العذا وما لا يلزم منها في كتاب الهيبات طبعا كان ذا ضعيف زي ما قلنا قبل كده وإن نقل الاتفاق ده غير صحيح هناك صحابة وتابعون و يعني من أهل العلم من قضوا بالوعد طبعا قصة الوفاء بالوعد الواجب وجوب القضاء به أصل باب المرابع يعني أصل مهم في قضية المرابحات في البنوك الإسلامي ولذلك بيكتبهم بياخدهم بالوعد الملزم ويعتبر وعد بالشراء وفي الحقيقة بيوقعوا في ورطة إن البنك لو اشترى وبعدين رجع في كلامه البنك ما عندوش مخازن يحط العربيات فيها ولا معارض فهو محتاج إنه يتخلص من السلع سريعا ففي هذه الحالة يقضى به والقانون المصري بيقضي بالوفاء بالوعد إذا وقع مكتوبا يعني بيولزم به قضاء إذا وقع ويكفي في التفرقة بينه وبين عقد البيع أنه لم يتم تسليم الثمن وبالتالي فهو وعد بالشراء وليس بيعا في الحقيقة طبعا لو حصل بقى إن الأمر ده تم بطريقة كما يتم في بعض البنوك المسلمة الإسلامية بقى بأنه بيوقع الحاجات كلها مع بعضها يوقع الوعد بالشراء وطلب الشراء والوعد بالشراء وعقد البيع والحاجة لا يستمجتش ويمضي على كل الورق ده ورق متدبس ووعده كده وقدين الحاجات طلعوا شيك من المبلغ يقوله روح خده من المعرض الفلان يبقى كده ما عملش حاجة فين الوعد بقى ده احنا احنا عايزين وعد معناه ايه وعد يقوله اشتري الحاجة دي وانا وعيدك هاخدها منك فالراجل يروح يشتري ها وبعدين ييجي هو يقوله طب ادي ثمنها اللي احنا اتفقنا عليه بس ما ينفعش انه هو ياخد منه مؤدم يستنقيده الثمن لان كده تم بيع فعلا اما انت خدت البز دي على سبيل ايه بقى اذا اخدت مؤدم قبل ما تشتري انت خدت جزء من الثمن قبل ان تشتري فانت في هذه الحالة ايه قد قد بعت ما ليس عندك تقول انت هتاخد التمن ده نظير ايه الوعد مؤدم مش فلوس تحنا ده الجزء الاساسي بنفرق بيه لان عشان نقول ما نقول ش ده تحايل على بيع ما ليس عنده مع سبيل امان ده يحط على جنب وهو في الحقيقة مش المقصود كده ولا هيعرف يحط على جنب في ايه هتة ده بيحط دم فلوس وبيوردها في البنك دم نرخزنة ويخش في حساب البنك دي مشكلة طبعا صعبة جدا ولذلك لابد من الفصل بين الوفاء بالوعد بين الوعد وبين اتمام العقد يعمل طلب شراء ووعد بالشراء ويسيبهم والبنك ينفذ وبعد كده رجع يتمم اتمم عقد الشراء بعد ما السلعة تكون دخلت في حيازة البنك في ملكه وفي ضمانه وفي حيازته عشان نهر عن ربخ ما لم يضمن وده اللي حيبقى فرق في الربا فرق بين الربا وبين البيع والشراء بين الربح في البيع والشراء الحقيقة بقى لو هو عمله الحاجات مع بعضها كده وقال له روح خدها انت في الحقيقة هو دفع له فلوس وبقى عليه فلوس يبقى السلعة ما خرجتش من ضمان البائع الحقيقي الاول الى البائع الثاني اللي هو البنك عشان يستحق ربحا بالضمان رسول نهى عن ربح ما لم يضمن انت في مخطرة كتاجر بتتحملها علشان تربح ان السلعة دي ممكن يحصل لها حاجة استمع في ايدك تبقى من ضمانك صحيح ممكن المدة دي تبقى وجيزة لا مانع انها تبقى وجيزة زي انا دلوقتي اشتريت حاجة بس مانع ان انا احزها تدخل في ضماني اذا دخلت في الضمان استحققت الربح وإلا ما دخلتش في الضمان هي لسه في ضمان الاولاني لو حصل حريقة في المعرض اللي فيه العربية هتتحرق هتبقى على مين على صاحب المعرض الملك الاصلي وانت روح تقول تراجل خدها الرجل اللي هو العميل بتاع البنك دفع فلوس وقع لي فلوس والبنك ما عملش حاجة في الحقيقة بيعه شرع كله عبارة عن ورق بس ليس له حقيقة عشان كده اللي عايز تتمل المرابحة صح يعمل ايه يشترط على البنك ان انت اللي تسلم لي السلعة مش المعرض لازم ان انت اللي تبقى مالك للسلعة وبعدين تعمل مع العقد وشرط اساسي لا يعمل عقد الشراء ولا يسلم جزء من الثمن الا بعد ان يتملك البنك ليه السلعة ايوه طبعا ده اصلا المرابحات ده شرطها عندهم والهيئة الشرعية ما بتوافقش على ده انا عدت مع نائب مدير منك فيس المرة فقال لي احنا بنقول الموظفين لازم تطلع تستلم وتسلم الموظف ما عملش انا مليش دعوة ماشي كده لكن هو رسمي ملزم بذلك لان نهاية الرقابة بتطلب منه ان الموظف يطلع يستلم السلعة وبعدين ايه يسلمها الموظفين ولا عايزوا جاعدمها ولا حاجة فميضيه على الورق كله وبعدين يروح جاية ايه اعطيله بالشيك ويقوله تفضل الشيك باسم المعرض وروح استلم العربية من هناك طب ليه كل البنوك ممكن تتعامل صح لو انت عايز كده لو انت عايز تشترط كده هينفزوها لك لان ده النظام بتاحهم مغفلك بس تتبقى انت فاهم الموضوع ده وتقوله لا انا مش هستلم في المعرض انا هستلم قد بالبنك هستلم في الشارع هستلم في مكان يكون مندوب البنك خد السيارة او خد السلعة في بقى ممكن بقى في السلعة المستوردة برضو بنظام المربحة يقوله انا هستلم منك في المينة مش هستلم من هناك انت اللي تولى عقد التأمين هم عندهم ما فيش حاجة هتركب سفينة من غير عقد التأمين بحري ماشي كده فيه تأمين اسلامي وفيه شركات ممكن تكون موضوع التأمين الاسلامي ده مش مغطي بعض الحاجات المهم ان البنك انت متعاملش مع البنك في الموضوع ده انت اقوله انا جبتلك عرض اسعار وان السلعة دي موجودة في المصنع الفلاني في البلد الفلانية ومع بيتعامل مع البنك الفلاني هتعمل انت عقد توريد وهتدفع الاعتماد المستندي وانا استلم منك في مين الوصول زود انت بقى اللي انت عايز تزوده في المرابحة نتيجة التكاليف دي بس انت تبقى في وسط البحر من ضمنك انت وكذلك بقى في كتير جدا من السلعة الموجودة في اسمنت بيتباع بالتقسيط كل حاجات بيتباع بالتقسيط يمكن ان تتم بيدي الصورة خلي النقل على الوسيط والكلام ده ممكن يتم بالافراد اللي بيجيب سلعة بيتاجر للناس صاحبه في الشغل عايز تلاجة بالتقسيط يقوله طيب تعالى قرريني التلاجة انت عايزها ممكن يقوله طبعا دفعت لك التمن اهو وانت استلم التلاجة كده بقت ايه كده بقت ريه بقت بقت فلوس بفلوس لانت ماشتريتش انت في نفس اللحظة بل انت خليت الراجل يبيعها خليت المحل يبيعها للراجل وانت ما ايه ما دخلتش في ضمانك ولا حتى في ملكيتك لانت عملتها مباشرة او ايه وباع السلعة حياته بتاع لان رسولان نهى التجار انها ان تباع السلعة حياته بتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم كل دي مش علتها العجز علتها منع الربا علت الامر ده منع الربا علشان تبقى تجار حقيقية وده الفرق ما يقولك تبتحكوا عن الناس المربحة ما هي فايدة الفلوس وخلاص لا الحقيقة لأ النشاط التجار اصلا في وجود حركة بيع وشيرة غير ان الفلوس قصاد فلوس الفلوس قصاد فلوس دي هي سبب خراب البلاد والعباد ان الفلوس اصلا هي لا تنجب فلوسا النقود لا تنجب نقودا ولكن انت في عقد الربا جعلتها هي بذاتها تخرج فائدة لا انت في النظام الاسلامي بتشترط انها تخش في نشاط اقتصادي اخر نشاط تجاري نشاط صناعي لازل تكون حاجة مقصودة عشان كده بنمنع من انها تكون حاجة غير مقصودة يعني ايه حاجة غير مقصودة يعني بتاعة البلوطينيم دي التليديم لا التليديم دة ما هو البنك بنك ابو زبي الاسلامي وبنك فصل بيعمل حكاة دي والراجح في السعودية بيعمل حكاة دي بيعمل قرد حسن مش قرد حسن ولا حاجة قرد أسلامي فايدة هو الناس بتقول كده عشان عشان هي هو بيقوله انا هاجبلك تليديم تليديم ايه تليديم يقول له عم جيب لي تجيبهولي ومنك ده في ألمانيا ده أنا حاجيبه وأنا عندي في مخزني حاشتريه وحطه في مخزني وأخذ منك توكيل بالبيع وحبيعهولك أنا حاشتريه أنا حاشتريتهولك وبعتولك بالتقسيط وحبيعه ووكيل عنك فوري وديك الفلوس فهمنا بيعمل إيه هو في الحقيقة يقول له أنا اشتريت لك من شركة التليديم اللي في ألمانيا كيلو تليديم مثلا بعشر تلاف جنيه تقسيط هتتفحهم بالتقسيط ماشي هو اشتري من الشركة وخلص معاه وبعدين أنا حبيعهولك فوري بثمان تلاف جنيه وأدي التلاف جنيه أنت وكيلي أنا بقيت وكيلك أدي التلاف جنيه ما هي الليينة ليه محرمة علشان غير مقصودة وفلوس بفلوس دخلت بينهما حريرة دراهم دخلت بينهما حريرة لو هو في الحقيقة اشتري تلاجة بالتقسيط كان عايز التلاجة أو عربية بالتقسيط وبعدين جات لظروف عايز يبيعها فباعها فوري وهو ما كانش قصد أصلا يجيب فلوس لكن عايز منحتاج للسلع نفسها هنا ما بقيتش حرام ومن حقه يبيعها سواء للشخص أو لغيره ما تتحرم إذا كان دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة ماشي كده الموضوع ده الوعد والقضاء بالوعد مبني عليه بس شرطه إنه يكون مقصود وشرطه إنه يكون مقصود معناها إنه فيه فعلا نشاط حقيقي حيتعمل فيه بيئة فيه نشاط تجاري زي ما قلت لكم نشاط زراعي نشاط معين حتتمول به السلعة دي وبالتالي خرجت إنها فلوس بفلوس دخلت في إنها بيئة وشرعة حقيقي عشان كده احنا بنشترط إنها تكون مقصودة والتسويق الشبكي بنمنع منه ليه من ضمن أحد أسباب طبعا إنه فيه كذا سبب للتسويق الشبكي فإن السلع غير مقصودة زي ما قولك التليديا من تمالك مال التليديا هو بيشترق عشان يأخذ القرض الإسلامي أبو فايدة ده إنه استلم 8000 ومديون بكام 10,000 أما بالنسبة للتسويق الشبكي داخل هو في الموضوع والسلع غير مقصودة بالمرة يقول له فيه جهاز جاي من الصين ما عرفش بيعمل 50 مهمة وهو ما عرفش وهو لا دخل له بذلك والناس كلها ملاش داخل بالموضوع ولكن غرضه إنه هو يأخذ البتاء ده وبيأخذه ده 8 غالي غالبا أو 8 الجهاز ده مش موجود هنا مجهول يمكن يطلع ولا حاجة خالص ولا يسوي ملالين وبيدي له الانطباع بإن الجهاز ده فيه 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 ويبدأ عشان يسوق الجهاز ده يسوق ويبيع ويجيب ناس والمقصود كله العمولة وليس الجهاز وبالتالي ما هو ما هو يعني فكرة طلبة الجامعة في كل هيت تشغالين يعني وغير طلبة الجامعة ناس كتيرا جدنا شغافة تسويش سابة كده هي عملت نصبه في الحقيقة وسلع غير مقصودة أصلا يعني ما فيش نشاط حقيقي ما فيش نشاط لا تجاري ولا صناعي ولا زراعي ولا حاجة تدر على المجتمع النفع ده كلها عبارة عن عمولات في عمولات فضلا بقى إنه هو عقد غرم لأنه هو العقد الحقيقي متضمن لسلسلة من الأوقود الأخر يعني إيه المقصود من العقد التربح من خلال العمولة الأمولة اللي تاخدها على البيئة اللي أنت هتاخده زي السمصار لا ده أنت هتاخد العمولة من الناس اللي هيجوا من خلالك لما يبدأوا يسوقوا للسلعة تاخد أنت نصيب من السمصارة بتاعتهم تاخد أنت حتة أنت دفعت في الأول عشان ندخلوك هم بيكسبوا من هذه الجهة أولا الجهاز المجهول ده ولا الساعة المجهولة اللي مش عارفين نقيمها في السوق تتبع مثلا بخمس تلاف جنيه والله أعلم هي تساوي إيه أصلا أدي أول مكسب للشركة بتاعتهم تاني حاجة أنت لما تخلي الناس تشتري هنديك عمولة من الناس اللي إيه اللي جات من خلالك وهكذا واللي هيجي من من اللي هيجي من خلالك حلا تاخد منه أيضا إيه نسبة وهكذا هياخد نسبة من كل واحد في السلسلة الطويلة يقعد يقولك لأ ده فيه صورة تانية يقعد يحكي خمسين حكاية في شكل الهرم مختلف إزاي وشكل الشبكة مختلف إزاي بدل اتنين ابو ثلاثة بدل مش عارف إيه الخلاصة في النهاية أنت بتاخد عمولة على مين أنت بتاخد عمولة على جهد غيرك ها ما هي لما تنصر التشبه وفي الأخير في الأخير هتوقف وترجع بقى تضحقوا على الناس بشركة جديدة تانية لأن مفيش حاجة حقيقية بتتم لكن أنت في النهاية العقد المقصود مجهول لأن المقصود استلعف الحقيقة مش مقصودة لا أنت ولا غيرك وبعدين ولا التعليم يقولك أنا باخد جهد أجرى على التعليم لا أنت المدرس بيشتغل بيدي طالب درس ويأخذ أجرى على إيه على تعليمه الولا سقط إيه رأيكم لو الأب قال له الولا سقط هاتي الفلوس ما تحصل لا يهو ناس المفترض لا ولا طبعا ده خاضية لا ليس هذا معتبرا العقد عقد الإدارة على الجهد الذي بذل التالي التالي الجهد مش ملتفت إليه الجهد كله لما مالوش اعتبار وإنما مالو اعتبار من الراجل دائما العقد فده أولا أنت تأكل مالا بالباطل لأنك تأخذ أجرا على سمسرة غيرك أنت بتأخذ جهد غيرك سمسار اشتغل على حاجة وانت خدت جزء من أجره تاني حاجة أنت على عقد المطلوب عقد قرر لأنه عبارة عن عقود متتابعة سلسلة من العقود الشبكية أو الهرمية نمرة ثلاثة أنه عقدين في عقد العقد الأولين بتاع الشراء وسلسلة العقود الوهمية اللي جاية بعد كده اللي ممكن تحصل وكنت تحصلش هي العقد الثاني الاثنين أشترته ببعض ولزيمه ببعض فهذا دخل في باعتين في باعتين أنا جعنا بس عشان موضوع أنا بتكلم على قضية الأمر المقصود الوعد بالشراء ملزم والباب ده باب مهم في هذه الجزئية خصوصا إذا وقعه في ورطة القضاء به مسألة اجتهادية قضى ابن أشوع بالوعد ونقله عن عن سامرة بن جندب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فوفى وحديث أبي بكر اللي هو مع جابر قال من كان له على رسول الله دين أو وعدها فجعل الاثنين بمنزلة واحدة أيها للوقت واحد أفلس معاش كده وكان عليه ديون واحد جهل القاضي وقال له أنا مدين فلان قال له مدينه فين وفين وثيقة الدين قال له لا أنا ما ديت لهش فلوس وكان دين عليه ده وعدني إنه هديني عشر تلاف جنيه ماشي كده هل يخش هو واللي معاه صك بدين عشر تلاف جنيه يبقى قسمة الغرماء لأيه عند الرجل ده خمس تلاف أنت تأخذ نصهم أنت تأخذ نصهم عشان الوعد فهو بينقل الاتفاق والاتفاق غير صحيح أنه لا يكون الدين كالعينة ماشي قال إسماعيلي ليس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن إجاب الهبة وإنما هي عدة على ما وصف لكن لما كان وعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يلوز أن يخلف نزلوا وعده منزلة الضمان في الصحة فرقا بينه وبين غيره من الأمة ممن يلوز أن يفي وأن لا يفي صراحة اللي يقول أنه فيه فرق هو اللي يجيب الدليل لأن الأصل أن الأمة مثل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان خلف الوعد خلقا مذموما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحيلا وفي حق الأمة محرما يقول وقد أمر الله بإنجاز الوعد ولكن حمله الجمهور على الندبي يعني عندهم إيه وعد وخلف عم اندجاز طرقت سنة أهو ويدا خلقا سمتر قرانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر